موسيقى مجازو الأخبار مشاهدين الكرام من قناة من القاهرة أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن الرئيس سيطرح خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات في الشرق الأوسط وكذا جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف جدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على سعي الحكومة لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات وخلال لقائه أعضاء المجلس التصدري للصناعات الكيموية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم أعرب مدبولي عن حرص الدولة على التعاون مع أي تحديات من الممكن أن تواجه ذلك القطاع مشددا على استبرار التنصيق مع المسؤولين لتحقيق النسب المرجوة من النمو والتوسع أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية عن 585 سجينا تنفيذا لقرار الرئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو والشرطي عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة لاحتفالات بعيد الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء شهد محافظ سهاج تسلم مدرسة تخميم الثانوية بنات عددا من أجهزة التابلت ضمن الدفعة الأولى المخصصة لطلاب الصف الأول الثانوي وفي السياق سلمت محافظ ضميات منال عوض التابلت لطلاب مدرسة صلاح الدين التابعة لإدارة ضميات التعليمية مشيرة إلى أنه سيتم توزيع التابلت على عشر إدارات تعليمية بواقع 63 مدرسة حكومية ولغات وفي الفيوم وزع المحافظة عصام سعد أجهزة التابلت على الطالبات بمدرسة الفيوم الثانوية بنات أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية تماطل في تطبيق اتفاق الحديدة بهدف تعزيز قدراتها العسكرية في المدينة وأضف التحالف أن انتهاكات الميليشيات في المدينة بلغت 1400 انتهاك منذ التواصل لاتفاق الحديدة محملاً الميليشيات مسؤولية فشل تطبيق الاتفاق معرباً على استعداده لإعادة الانتشار على الحديدة وفق اتفاقية ستوك هولم أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس عزم بلاده على تحرير محافظة إدلب في أقرب وقت موضحان أن تأمين احتجاجات السوريين وإعادة تأهيل البناء التحتية والخدمية هي أولوية عمل للحكومة خلال الفترة المقبلة كما أكد على أن تواقم الدولة تستنفر جهودها لإعادة الخدمات لجميع المواطنين في المناطق التي تعود إلى كنف الدولة ومن ضمنها محافظة إدلب طلب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس حلفاء واشنطن الأوروبيين بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران خلال كلمته في ختام مؤتمر وارسل السلام والأمن في الشرق الأوسط بالعاصمة البولندية أضاف بينس أن طهران تمثل التهديد الأكبر على الشرق الأوسط وأنها أكبر ممول للإرهاب في العالم مؤكدا أن بلاده ستقف بالمرصاد لسعي النظام الإيراني المتواصل للحصول على أسلحة دمار وفي سياق آخر أكد بينس أن واشنطن ستعمل على تحقيق السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل مشددا على أن سياسة بلاده حيال الأزمة السورية لم تتغير رياضيا يواجه بيرامدز نظيره سموحة في السابعة ونصف مساء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدور الممتاز في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لبيرامدز الباحث عن ملاحقة الزمالك والهروب من ضغط الأهلي حيث يحتل الفريق المركز الثاني بـ 42 نقطة فيما يحتل اسموحة المركز التاسع برصيد 25 نقطة ختام الموجز مشاهدين الكرام إلى اللقاء